اهلا وسلام بكم للجزء الثاني من دورة التصميم ببرنامج انكسكيب بعد توقف طويل جدا نعود لمتابعة هذه الدورة بهذا الدرس لكن هذا الدرس سيكون فقط تقديم للجزء الثاني نرى فيه ما هي انواع الدروس التي سنرى في هذا الجزء وما هي المتطلبات الضرورية لمتابعتها وبالتالي يمكن لمن يشاهد هذا الدرس أن يعرفها للدروس المقبلة مهمة بالنسبة له هل يتابعها أم لا لكن قبل أن أمر لتفاصيل هذه الأشياء تفاصيل الدروس الخاصة بالجزء الثاني يجب أن أعود لجزء الأول لأنه أول ضروري لمتابعة الجزء الثاني ولأنه أيضا لدي ملاحظة طريقة تتبع تلك الدروس خصوصا حين توقفت سأشارك كومبيا إذن الجزء الأول ستجدونه على المجمع في فئة التصميم دورة تصميم بإنكسكيب ستجدون هنا جميع الدروس مرتبة أو على قناة المجمع في يوتيوب ستجدون أيضا قائمة تشغيل دورة أساسية تصميم إنكسكيب فيها جميع الدروس آخر الدرس عنها ساخت كان في شهر يوليوم سانس 2013 ومدة طويلة جدا الدروس التي ستنضف حاليا الجزء الثاني ستنضف إلى هذه القائمة بما في هذا الدرس وستنضف أيضا إلى هذه الدروس على المجمع قلت لدي ملاحظة عن طريقة تتبع هذه الدروس خاصة بالجزء الأول لأنه بعدما توقفت الدروس بعد الدرس الأخير الذي كان خاص بتصميم خلفي لحساب على فيسبوك بعد توقف الدورة أتت على عديد من الطلبات لمتابعتها لأن هناك متتبعين إلى لكن الغريب هو أن تلك الطلبات لم تكن على الدروس أي أنها لم تكن تعليقات على الدروس في المجمع أو على الدروس في يوتيوب وإنما كانت تعليقات على دروس أخرى أو برسائل خاصة أو على فيسبوك أو على تويتر أو على رسائل خاصة في يوتيوب وهو شيء غريب جدا لم ألاحظ إلا على إنكسكيب حيث أن جميع الطلبات أو أغلب الطلبات لنقول كانت على دروس أخرى تطلب أن أتابع دورة التصميم بإنكسكيب حتى أنه في آخر سؤال أنا ما أعتقدت كان أمس أو قبل أمس عن الفئة الأكثر تتبع عن فئة المجمع طرحنا هذا السؤال فكانت أغلبية يقول إنكسكيب هذا سيكون الجزء الثاني هذا الدرس التقديمي قلت لأجهز الثاني الجزء الثاني سيعتمد للجزء الأول لكنه سيكون بمستوى متقدم أكثر في الجزء الأول تعرفنا على أساسيات التصميم بصفة عامة وعلى بعض التقنيات للتصميم ببرنامج إنكسكيب وتعرفنا على الأدوات الأساسية الجزء الثاني كما قلت سيكون بمستوى متقدم أكثر وسيكون لنا هدف أساسي من هذه الدروس التي ستكون في هذا الجزء الهدف هو تصميم الإيقونات ما نلاحظ هنا في الأسفل في هذا الشريط هي أيقونات مصممة ببرنامج Inkscape هذه الأيقونات مثلا من سيمة Elementary فيمكن أن نلاحظها هنا داخل متصفح الملفات هذه الأيقونات في سيمة Elementary بامتداد SVG وهو امتداد الذي يمكن أن نصمم بإنكسكيب مثلا هذه هي أيقونات GIMP وهذه هي أيقونات Firefox وهي الموجودة هنا في هذا الشريط ولو فتحنا هذه الأيقونات ببرنامج Inkscape يمكننا أن نعدل عليها ونقوم بدراستها وهو الشيء الذي سنقوم فيه في إحدى الدروس الأولى من هذا الجزء حيث أننا سنلاحظ كيف يقوم المحترفون بتصميم الأيقونات بعد ذلك نمر لتصميم الأيقونات نحن بأنفسنا من الصفر مثلا هذه الأيقونات التي لدي سنعمل عليها في درس أيقونات خاصة بتوزيع الفيرورة سنقوم بتصميمها من الصفر إلى هذه النتيجة ومن يستخدم إحدى توزيعات Linux سيقول له أيضا الميزة ومتياز لأنه في نهاية هذا الجزء من هذه الدورة ستكون هناك دروس سنقدم فيها كيف يمكن أن نستخدم الأيقونات التي نصمم داخل النظام أو التوزيع التي نستخدم فمثلا لو قمنا بالتعديل على أيقونات برنامج Camp هنا قمنا بالتعديل عليها أو قمنا بتصميم أيقونات جديدة فيمكننا أن نجعل النظام يعتمد تلك الأيقونات فتظهر في هذا الشريط وتظهر في باقي مكونات النظام نفس الشيء يمكن أن نطابق على أيقونات أخرى ويمكن أن نصل لمرحلة أكثر تقدم حيث نبدأ بتصميم سيمة كاملة للأيقونات وهذا الشيء كنت تحددت عنه في أول درس من هذه الدورة تقديم دورات أساسية تصميم بانوش انكسكيب ستجلونه على المجمع كما قلت أو على قناة المجمع في يوتيوب أو الدرس أيضا كنت تحددت عن فكرة مشروع جماعي يمكن القيام به فلو كان هناك اهتمام كبير بهذا المجال وكان هناك متطوعون يمكن العمل على تصميم سيمة كاملة للأيقونات لأنه على ترزعات نيكس هناك العديد من الأشياء تساعد للقيام بهذا الشيء لدينا أولا العديد من الحزومات الخاصة بالأيقونات تحت الترخيص الحرج بأير الثنين أو ثلاثة وبالتالي يمكننا العمل على التعديل فيها وإعادة نشرها وأيضا هناك تقنيات مثلا مثل الإرث حيث يمكن أن تبدأ بتصميم بعض الأيقونات وإرث أيقونات أخرى من حزومات لأيقونات أخرى وسلي تركز في البداية على بعض الأيقونات الأيقونات المهمة ربما ومن بعد تبدأ بأتطور حتى تصل إلى أن تكون السماء الخاصة بك كاملة وتشمل الأيقونات التي قمت بتصميمها بنفسك فقط هذه الأشياء ستكون في نهاية هذا الجزء الثاني وسيقوم فقط من له إحدى تفزيعات نيكس بي من له ويندوز سيضطر المشاهدة فقط المدروس الأولى الخاصة بدراسة الأيقونات وتصميم العيقونات فيمكن جميع متابعتها والقيام بهذا أكون وصلت إلى نهاية هذا الدرس أذكر فقط بضرورة متابعة الدروس الخاصة بالجزء الأول سواء على المجمع أو على قناة المجمع في يوتيوب لأنها ضرورية للجزء الثاني وأدعو من يهتم بهذا المجال الاشتراع في قناة المجمع ربما يجاب لهذا الدرس والدروس القادمة السابقة ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم ونلتقي في درس قادم إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر